يعطيكم العافية أهلين حكومة أهلين وسهلين هدوا كرسي يا ولد ما في داعي كل ابتين ونتغطاهون أمور حكومة أنت طالع على محلة طريبة 40 رشادية برشادية تنطح رشادية وليش بقى حبيبي الشغلة بالحساب ولا بالكعاب ما فهمت عليه يعني سعري بسعر بقية التجار ولا الشغلة فيها خيار وفقوس كمان ما فهمت يعني هاي جاري أبو مظهر الداما سألو قديش عم يتفع ضريبة وللعلم محلي قد محله بالضبط قديش عم ناخد منك يا أبو مظهر 20 رشادية ها عم ناخد من أبو مظهر 20 رشادية مضبوط هالحكي إذن شو عدا ما بدى اللي بدى إنه دكانتك إلى بابين وكل باب على شارع يعني أنت بتملك محلين هم بهاي سمعة بحياتي ما سمعتها يعني إذا بدى يفتح باب تالي بدى يدفع ضريبة ثلاث محلات بدون مناقشة وإذا ما دفعنا حبيبي؟ بدك تدفع غصبا عنا قال إذا ما دفعنا قال بس يا أبو الشباب شوفت عينك السوق دائر وشغل واقف؟ واقف سوق قاعد ماشي ما في هاي ضريبة للدولة وبدك تدفعها وصلى الله وبارك طيب وهي أنا رح أدفع الضريبة ولا يهمك ها؟ وهي 20 رشادية ولك لك الوقاحة لي؟ لك عم قل لك 40 بتدفع لي 20؟ طبعا لأني قررت ألغي الباب الثاني تبع الدكان ما في فايدة كان غيرك أشطر الضريبة تقررت وانتهى كل شي لا حول ولا قوة إلا بالله فضل يا سيدي وهي 20 تانيات وهي صاروا 40 نحيك؟ يعني إذا فتحت طاقب كانتوا بتاخدوا عليها ضريبة كمان؟ شوف يا أبو مظهر إذا كنت عم تخفف دمك فلاح مرقلك ياها أما إذا كنت عم تتمسخر فيا ويلك مني ومن أبو لهب لا والله عم خفف دمي إيه لك أن تضرب أنت وهنكتين أم أم من اللي عديد كانتك أم إيه بس أنا أعد هون لأنه شغل ما في لك يا أمرو عديد كانتك ألا بيكون سباك عليها وبصطيف يالله إيه حاضر خاطق عم حسني والله معك مع السلامة إيه سيدي وأنا شو بدك تهديني؟ سيدي الله يهدينا جميع ألا لا تجدبها عطيني عبايتين مقصبات لأنه أبو لهب بيحب العبي ولا إلا عطيني فروتين وحدة إلي وحدة إله أم يعني يا أبو حسين أنا يعني هدول يعني الوحدة حقا ألا لا تعد تتمكنها الشتع على البواب والفروة لازمتنا بعدين بيني وبينك أنا كنت بدي دفعك طريبة تلت بواب بس بعد أطلاعي ونظرتي على هالمحل عرفت إنه الباب الثالث باب مرحاض أمت غضيت النظر إطلاع من البواب أبو حسين لسه الأسبوع الماضي عطيتك شقفي لمرتاك ولك صحي ذكرتني هديك اليوم الخياطة شرقت للإقماشة لأختك إما حسين وهلأ صار لازم ندور لعقماشة جديدة لو كوينك خود من هدونك أحسن لك هدونك ألوانه زاهي ومفرفحة صحيح بس أنت عاملا مستوداع والمستوداع بندفع عليه ضريبة مين رضاعي؟ مال حوران لك أنا بعتلي كيس مشان أحصنت المغفر ولا إلا ابعتلي كيس شعير وكيس تبن حاكم أحصنت المغفر عنا مدللة ما بنسترجي نطعميها على فشلون مكان بس حاكيس شعير هلأ بينات نحاكيس شعير أنت التاني ولا تنسى التبن ها لا تنسى التبنات وبسرعة الله يرضى عليك أي لك أنت كرم عينك كريس سلم حملانه شو عم تقوه؟ لا لا ما عمبول شي ما عمبول شي عمبول سلامتك أخي فطرت أنت ولا لسة إذا ما فطرت منفطر سوا ها؟ فطرت أخي فطرت هلأ أروح على المغفر وبعتلك التبنات والشعيرات شو أصدق؟ ما أصدق يجي سلامتك سلمني على أبو لهب ايه يا خرب بيت رجال المغفر عوج مثل المناجل وإجا جلسناهم بصيروا مثل السككين أقول لك رشاد؟ نعم معلم أنت رجعت على المحلم بره بعد ما سكرنا؟ لا معلمي شو بدو يرجعني بعد ما سكرنا؟ فوت لأشوف شو هال؟ قال لي لأشوف أنت عيم السرج المصدف يلي كنا معنينه هون؟ لا معلم أنا ما دقرتشي أبدا ًا العم على الحالة ما في غير حرامي نزل باليل على الدكان وسرقه ما في غير هيك أقول لك رشاد؟ شف لي زناق الشي بالدكان لبإما التفقد الدرجة الغلة العمى، طالت الغلة كمان في أربع كراسي، اتنين خيزران وتنين قش ممبينين معلم إذاً وينك؟ تركتش من يديك ومشي معي لأشوف لوين معلم؟ لوين يعني عالمغفر لعند أبو لهب صباح الخير ها أهلين وسهلين أبو مظهر يسعد صباحك شلونك شلونك شبارك؟ أخباري زفت يا أبو لهب أوه زفت؟ خير بقى ليش؟ شو ليش؟ السرق الدكانتي باللهي عليك باللهي عليك السرق الدكانتات؟ إيه والله يا سيدي وإمتى حصل السرق؟ باللهي يا سيدي بعد ما سكرت الدكان وليحت على بيتي ليك الأوغاد ليك؟ عم يسرق محلات الناس وأنا موجودي خبيتهم شوكلاة وين راحة هبتي أنا؟ هلأ لحنا بهبتك ولا بدكان دي سيدي؟ أمن الناس وهبتي متلازمين واللهي ردفع هاللصوص التمال غادي والله يا محسين يا مصطيف نعم سيدي حاضر حاضر سيدي هالمنظوم نسرق الدكانتوا بالليل وبدي منكم تستنفروا لجهدكم كاملا حتى تقمتوا على هاللصوص مالي رجل كرسي أنا أقول أبرك سيدي أبرك سيدي وإن شاء الله ما راح لك كتير سيدي راح ليسرش فرص غالي كتير وقفة حمص وشوية كراسي وليهمك ما عليش أنا ما راح لي هنا ليعيش إلا لطاري حلغراط ومن عيونه نعامز وكمان جاري أبو حسني نسرق بس مو حابب ازعشكو نعميش وشرة باللهي عليك؟ باللهي عليك جارك أبو حسني نسرق إيه واللهي يا سيدي انسرقوا قلابياتوا عمي ليك الأرزال لك اللي عمت شلون تجرقوا ينزلوا على دفكين الناس الآمنة وأبو لها برئيس المخفى شلون؟ بس معليش الأعمى بيعملها فوق السطح بيفكر ما في حدا شايفه سيدي ولا يهمكن اعتبروا الحرامية بالأنينة إيه لازم بقى الله يبقى عليك يا رحسين بتاخد هلأ أبو سطيف وبتعملي تحقيق دقيق على الحارك وما بديك تنام الليل حتى تكمش هالأوباج وتدكم بالنظارة حاضر سيدي روح جهز حارك واخدك لبشات ورافق أبو مظهر لمكانه وفوع الحادث حاضر سيدي حاضر سيدي شوفوا يا شوفي السلام عليكم وعليكم السلام طب مني إن شاء الله اجتمعتوا باللص ولكيف بدنا الاجتمع باللص ولسه ما فتحنا تحقيق وانت إيه لي لأشوف نعم هيك كانوا العدسات والفولات مبحوطين على الأرض لما فتحت الدكان نعم سيدي أنا تركت كل شي على ما هو عليه ورحت لعنكم عظيم وبتعرف كم كيسين سرقلات طبعا عظيم إذن قبل ما نبلش بالاستجواب نعم لازم توصل توصيلنا على غدا لأنه أنا وأخي أبو سطيف عصافير بطلنا عمد زأزيل وينقب مظهار مطعم أو معروف قريب نطسنا ولنا كيليين كباب وشقف من عنده مع المخلل والامتبل وشوية حموص على عيني حاضر حاكم الزهن ما بيتفتاح إذا كانت المعدة فاضية معلوم بطل ملال تحقيق تمام حاضر أحلى وجبة غدا دخدم شواربكم وينها؟ نعم وبتمر بتوصي على صدر كنافة من عند أبو شريف لأنه أبو سطيف بيموت على كنافة حاضر لا تطويلها ما تطير الطاير تكرم وانت اي تعال شو شوفي لا تعال أقول اي قال انت مسرو كمان انا؟ لا لا عبدا كله تمام مفشع انت منوت صباح الخير سيدي صباح الخيرات أمد سيدي جاي يبلغ عن سرقة عربيتي بالله عليك سرقة عربيتا؟ اي والله يا سيدي وأنا درميش على باب الله وهالعرباية هي هي حيلتي وفتيلتي وساترتني أنا وعيلتي والله على ما أقوله شهيد عربية شو؟ عرباية الفول اللي برتزق منها سيدي سرقوة هي وقدرة الفول ببر الكاز ليك الأوغاد ليك؟ ومنين سرقوة؟ يعني وين كنت حافظة أنت؟ قدام البيت سيدي وجنزرتها جنزرة وربطتها بالعامون ايجوا الحرامية قطعوا الجنزير وسرقوة يقطع ولدهن إلهي لك شو محاسبين الدنيا فلتاني؟ والله والله الأخل عرق بدون خلق وجنزرهم بنفس الجنزير يلي قطعوه لعاما وين صارت هي؟ المال مال أبوك والناس عم ينهبوك؟ مالنا غيرك يا عمي أبو لهب الله وقيل إذا ما اشتغلت يوم واحد ما في مين يفوت على عيلتي برغيف خبز على سيرة الخبز هدلك شي تلت رشاديات حتى نبعت الدركي نعيم يجيب النفول حاكم ما فطرت لسه هلأ منفطر سوا سيدي أنا هات تلح لح خلصني يا نعيم عمرك سيدي الله يرضى عليك خذها الرشادية هاي واشتري النفول كنا اشترينا من عندك من فولاتك بس عربيتك مسروقة انت عجل يا نعيم عمرك سيدي حاضر عود يا شو انت شو اسمعك سيدي عبد الباصد دوماني ايه عود يا عبد الباصد حاضر سيدي ايه سيدي هات لاشوف قديش بطالع باليوم انت يعني 12 رشادية سيدي ايمناخ شبهون 12 رشادية يعني اتعرف انه انا طولي وعرضي وارتي وفاع مركزي ما بتعني عن الصوم تتنى بالرزق بس وينك عبد الباصد بكرة اذا لقينانك العرباي كل يوم الصبح بدك تمرو علينا وتفطرنا من فولاتك الطيبات حاضر سيدي على عيني وراسي انت بتؤمر امر لا مو منشان شي بس هذا اسمه حلوان وتقدير مساعي اهلينا عبد الباصد رح طق يا ابو حسني رح طق انا هلكت لك صاروا اخدين من عندي ثلتة نكات زيت واربع كياس حمص وكيسين عدس وفة تمر من عدن نقدي لا اما يمكن عليها اللون صرت دافئ اكتر من حق المسروقات اكتر بعشر اضعاف يلا عن هديك الساعة يرحت اشتقيت فيها للمغفر لك شو قلتلك انا ما قلتلك ما بدك هالشكوى ما بس ينسكت على الحرامي يا ابو حسني بعدين بياخدوا الشو علينا اخي انا من رأيي تروع المغفر وتسحب الشكوى وشنون اسحب الشكوى يعني؟ يعني بتروع المغفر وبتقللن جرت الموجودات ولقيت حالي غلطان لان سرقت ولا شي بيصير الشي قولتك؟ بيصير ليش حتى ما يصير؟ والله ما في غير هيك لانه بصراحة هلكت يا ابو حسني لسه واحد فايت واحد طالع وعلى عطيني من هي وعطيني من هديك وبعتلي واشتريلي وشو بديك تهدينا؟ قصرا بالله رفد حياتي يا ابو حسني لأ وقال شو؟ شو بديوني بعتوا ناس جدد من المغفر حتى يكملوا التحية بكرة؟ وهلأ ما صار شي بتقدر تروح المغفر وتسحب الادعاء وترجع وأنا نعتركهم بالدكان ماشي الحال السلام عليكم الله بعك انت اللي سرقت دكان ابو مظهر البوايكي ولها؟ نعم سيدي اعملتوله اللازم بالظاهر مو هيك؟ لاني بعمري ما شفت حرامي بيعترف بها السهولة هاي ولو الضيافة المغفر لابد منها سيدي ولقيت وبجيبتو شي مال نأدي؟ لقينا مال نأدي وشوية خواتل سيدي وشو سرقت كمان يا غولس؟ شكي جاوبو؟ سرقت عبي وقلابيات من محل ابو حسني جارول ابو مظهر كم عباية يعني؟ مو كتر سيدي مو كتر بتجيبهم للمغفر فمت؟ عبي وقلابيات ابو حسني بده ناس اكابر تلبسها مو مثلك يا سنكول بأمرك سيدي بأمرك واقف مع جرع بنشوف صباح الخير سيدي صباح الخيرات خير في شي جديد؟ سيدي انا طلع بغلطان وجاي اعتذر غلطان في شو وتعتذر عن شو سيدي من بعد ما دقات بالموجودات تبع الدكان اتبين لي انه لا في سرقة ولا في شي وهالبحتة والكركبة اللي شفتوها سببها صانع رشاد الله يصرحوا هذا يا سيدي فات كلب على الدكان وبلنش صانع رشاد يلحقوا من قرنة لقرنة على ما يبدو يعني وقت الكياس ونلبت يدعكي هذا ما بذل عليكن يا سيدي ما بتذل علي أضي ما بمسترجي يا سيدي انتني فات كلب على الدكان ما من كلابكم سيدي هذا كلب جعاري من الطريق ايه؟ وهلا؟ وهلأ؟ وهلأ يا سيدي بننسح برشكوى كتر الله خيركم الحقيقة أنتو عملتو اللي عليكن وزود ها ها انتني بدك تسحب الادعاء نعم سيدي وهالحرامي هذي اللي كمشنا انو حرامي سيدي هذي اللي دمك تعالوا شوفوا لها تعالوا شو اسمك انتي سيدي انا اسمي نولي الاعماش الملقى بابو بريس هل ابو بريس اعترف في وسائلنا الخاصة انو اسرعلك محلك بقى شو بتقول حضرتك كزاب سيدي انا كزاب ايه كزاب سيدي انا من سلعني شي ايه اخراز اخراز وضب لسانك في حلقك العما ما ارزلت فكرك دخول الحمام مثل خروجه ولا فاضين اللي علاق لمسطيت معك نحن بس يا سيدي انا انت هلأ صرت متهم عواق ما تقوموا الدعي متهم؟ متهم بشو يا سيدي؟ متهم بتقديم بلاغ كازي وهي عقوبتها شديدة جدا ها لانك مفتري انت بس يا سيدي والله ما كنت عرفان يخرب ديارك شو مطيليس يعني فكرك هالحركة والتنقلات والمواصلات وعلف الاحسنة وحوافز الدرك من بده يدفعه؟ اه؟ ولا فكرك المغفر سبيل مما كان يحب النعام؟ انا متأسف سيدي متأسف يا ابو لهب ولهب ان شاء الله يلهب جسدك انا متأسف اه؟ سديني يا سيدي انا يعني هلا انت على هوا كلامك لازم تنتك بالحبس وابو بريس بدنا نخلي سبيله ونعطيه شرفية وردع تبارك انا بدي انتك بالحبس سيدي؟ طبعا بتهمي التضليل العدالة والادلاء بالدعاءات كاذبة دخلك يا ابو لهب انا زلم المستور والحبس مولام سالم اصبح بدك تدفع غرامة برجلك على رقبتي ورقبتي على رجلت ورقبتك على رجلي عفوا وقديش هي الغرامة؟ ها ها انا في عندي لجنة مقلفي من ابو حسين وابو سطيف وبرئازتي ونحن اللي بنقدر الغرامة ما اختلفني عديش الغرامة؟ شو يا ابو حسين؟ نحن منوقلك على بياض يا ابو لهب على بياض سيدي على بياض اصبح دفاع متين رشادية بالحسنة وإلا حلقوله شعراته ودكوا بين المجرمين وقتالين الاتراب وخلي الأمل ينعف بجسمه نعف والبراغي بتاكله أكل أعوذ بالله من هالصورة البشعة يا سيدي تفضلوا تفضل يا سيدي وهاي ميتين رشادية بس خلوني ينفد بجلدي آه ولك يا كرر يا كرر يلي بيدها نوشه بالعسل بتاكله الدبب والحق عليك مو علينا على كل حال هلا بدنا نروح سوا على دكانتك حتى يمثل أبو بريس وخائع السرقة على مسرح الجريمة وينك؟ عود افطار معنا وراك شي هلا عود 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 أنا عازمك على الفطور الصفرودكم دايما سيدي والله يخليننا إياكم هات أربع رشاديات حق الفطور هات لك أنت ما في منك خير إلا دخانك بيعمي قوضوا لك قوضوا فانيك لشوف يعطيك العافية اي لو اي ليش ناويت فركاء لا لا عوزوا بالله شوفركاء شو يعني حضرة الشياطين هربت الملائكة لا لا عوزوا بالله البركة فيك يا أبو لهب بس أنا عندي موعد ضروري بالدكان اي خليكون لا تروح عاوزك وليش عاوزني بقا؟ شو بدك فيي؟ هيك؟ أخو ما رأيي أنت شي؟ بس يا أبو لهب أنا عندي موعد مو أنت أبو حسني بيعلق ماش والعبايات؟ بلى أنا أبو حسني وليش ما بلغت عن السرقة يلي حصلت بدكانتك؟ ما صار عندي شي منوب أنا كل شي تمام عندي شلوم ما صار عندك سرقة بقا؟ يا أبو بريس نعم سيدي شو سرقت من محل أبو حسني أنت؟ سرقت تعبيب وقلابيات سيدي سامع بإدنك؟ الزلمة سرقت ولك يا عمبي لا تكون غلطان؟ أنا محلي صاغ سليم؟ لا ماني غلطان سيدي أرماني غلطان أنا سرقت محله أنت موقوف يا أبو حسني وحاجتك بقا لوفك يا زعبرة موقوف؟ وليش بقا؟ بتهمة التكتم على السرقة مما يؤدي لتشجيع اللصوص على اقتحام البيوت والمحلات الآمنة حط الكلبشات بإيدي يا أبو حسين حاضر سيدي شو يحط الكلبشات بإيدي؟ طول بالك طول بالك أخي طول بالك طول بالك خلينا ناخده نعطيه بايش بدنا ناخده نعطيه؟ تنعطلتش إن شاء الله طيب وين الغراض المسروعة؟ خلي رجعوا لزكاء الكلام وصحيح الغراض المسروعة؟ خراثوا لك؟ لا تكيح تأسألك حاضر سيدي وين الغراض المسروعة؟ سيدي بعتون وين حاقون؟ صرفتون على الملزات سيدي على شو؟ على الملزات اسمحس يا أبو حسني؟ على الملزات صرفهم بقى سبقني عن نظارة أنت وأبو حسين بيكون أفضل لك أحسن ما أكتب فيك زبط ممانعة ها؟ مرحة مانع يا أبو لهب مرحة مانع بس يعني أبو لهب يعني ما في طريقة تاني بدال الحبز إن بلا فيه بدك تدفع خمسين رشادية اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله على القصة إن بلغنا علينا وإن ما بلغنا علينا ادفعوا بلأ كلهوة أحسن ما ضاعف لك الغرامة ها؟ معي صلاحيات مفتوحة سيدي فتت من طاقة المرحاض ولمست هذا الكيس وهذا الكيس وهذا الكيس وهي القفة وهذه التنكس سيدي هذيك يا أبو حسين هلأ بتجيبوا حمير وبتنقلوا هالملموسات على المغفر للتأكد والفحص والمطابقة حاضر سيدي طيب سيدي ليش تنقلوهم فحصوهم هون؟ هلأ هاد اللي همك؟ الحرمية عم تسرح وتمرح بالبلد وإنت خايف لي على كم كيس شعير وبرغول؟ أما شو عندك حس وطني؟ ما شاء الله كان عليك تعالي يا أبو بريس نعم سيدي روح نط من الشباك لشوف حاضر سيدي قبل ما أنسى عندك سمن عربي؟ شغل حما؟ لا سيدي ما بتعطر السمن العربي لكن هادول شو هادول؟ هادول؟ هادول زيتات من عفرين خدهن يا أبو حسين خدهن حتى نتأكد من مواصفاتن الصحية بالمغفر وركاح جني يا أبو حسين راح طوق راح حسر ما كانوا يعفوا عنك ما هي؟ لك لزقوا فيني متل لزقة التمرتينة لكوا بلصوني بلص يغرب بيتن صايرين متل منشار عالطالع بيأكل وعالناس اللي بيأكل ولك حتى أنا يلي ما بلغت عن السرقة ما خلصت منشارول والمصيبة إنه بعد ما خلصنا التحقيق السخيف والحرامي المشبوه طلب رئيس المغفر مني نصبة زيت وخمسة وعشرين رشادية كل أول شهر كأني أنا خلفته ونسيته لك أبي يا أبي هلي هو أبي ما بيطلبوية زيت مع أنه فقير وحالته بالويل أخي شعار هالعصر اللم تستحي ففعل ما شئت بس أخي الحق كله عن حكومة لو بتعطيهم وبتضعفهم رواتبهم وبتعطيهم كفايتهم ما كانوا مدويدهم للناس ايو والله يا أبو مظهر والحقيقة احترنا يا ترى نشفق عليهم ولا نلعنوا نسبون السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم رحمة الله خير خير شايف وجوهكم عابقة ووشكم محمر ايو والله يا أبي حسني لأنه كانتين سرقت مبارح بالليل وأنا كمان بيتين سرق وأنا بصيف في تل منين وأنت يا عبو طار وأنا سرقولي بستاني والإحصان الأشعر تبعي وإن شاء الله بلغتوا المخفى لا لسه حبينا ناخد رأيكم يعني باعتبار صار عنكم خبرة بقى التبليغ بيجيب نتيجة ولا لأ أعوذوا بالله أعقن ها أعقنوا تبلغوا المغفر نصيحة من الدأن وبرك يعرف أولاد بها السرقات يعني مثلا الأطول الحرامي وجاب سيرة محلاتنا بيضل هالشي أحسن من التبليغ معقول ليش بقى لأنه مصيبة اللي بيتكتب مع السرقة أخف بكتير من مصيبة يبلغ عنها والله كلامك مصبوط يا أبو مظهر بقعدوا شربوا شاي والله جعلها بالأموال لا تقلموا بالأبدان الله يخلي لنا يا كوديمك يا جناب الخائم مقام الحمد لله يا سيدي هذا بفضل طبسياتكم يعني صار لنا سنة بهالمغفر وما حدا فات علينا بشكوى سرقة على الإطلاق والمواطنين عايشين براحة وهناء وخير يعني المغفر ما عادوا له لزوم يا سيدي لك لذلك لازم أقول يا سيدي لأنه الأمن مستتب تماما موسيقى